دكتور محمد أرجع لحضرتك ولو تقولي كده في خطوات أتعامل إزاي في مسألة تعرضي للنصب الإلكتروني والخطوات اللي المفروض أتخذها لو ده حصل معي ولو في وقاية من ده إيهي الوقاية؟ طيب خليني أبدأ من آخر السؤال وبعدينه يعني طرق الوقاية أهم حاجة أن أنا لازم يكون عندي وعي رقمي إن أنا بقالية هوية رقمية بتعمل فيها في ظل التطور التكنولوجي اللي بقت معظم الخدمات اللي احنا بنشوفها دلوقتي بقت موجودة أونلاين أو بقت خدمات رقمية فلازم يكون أنا عندي وعي فإن أنا بياناتي ما سلمهاش أو ما حطهاش على أي موقع بالنسبة لي غير ذات موسقية يعني فلازم أتعامل مع مواقع تكون عندها مصدقية تكون عندها ريفيوز أنا بشوفها لمستخدمين فعليين اشتروا منها وفي بوليسي معينة أو سياسة معينة قدر أن أنا أتعامل بها مع المواقع دي فالوعي للتكنولوجي ده مهم جدا تمام أن يكون الإنسان يقدر أنه يحافظ على بياناته حتى لا يتم إساءة استخدامها أو حتى لا يتم استخدام البيانات دي بصورة سيئة طيب النقطة التانية بقى إزاي نتعرف على المواقع اللي هي ذات مصدقية زي ما قلت لحضرتك المواقع الكبيرة أو الشركات الكبيرة غالبا بيبقى ليها ويب سايتس كلنا عارفينها وبنتعامل معها بعكس المواقع غير المعروفة اللي بتنشط على منصات التواصل الاجتماعي يعني هتلاقي البلوجرز اللي كانت تم استخدامها عشان تبتدي تسوى لمنتجات هي موجودة توقض رقمي على منصات التواصل الاجتماعي ما عملهاش ويب سايت يعني أنا مقدرش هنا النهاردة الويب سايت ده معناه أنه تم إصدار ترخيص ليه بتقديم خدمات إلكترونية وتسويق منتجات والمنتجات دي بتبقى معروفة ومطابقة للمواصفات وعليه ممكن يكون شير طارقه فأقدر أننا بالزبط كده فده كيان أقدر أن أنا أرجع عليه في حالة أننا تعرضت ليه عمليات نصب أو أننا استلمت منتج غير مطابق للمواصفات وبيبقى ليه سياسة معلنة أنه بيقول ليه سياسة استبدال واسترجاع للمنتج خلال فترة معينة حتى لو لم يتم تسليم المنتج خلال عدد معين من الأيام أنا ممكن من حقي أن أنا ألغي الأوردر بتاعه واسترددي فلوسي ففيه سياسة استخدام أو سياسة شراء أونلاين لكن المواقع اللي هي غير معروفة أتجنبها تماما حتى لو كان الأسعار بتاعة المنتجات اللي موجود عليها مغرب لأنه هو ده العامل الطبيعي أنه هو زي ما قلت لحضرتك أن دايما المواقع دي هتلاقي هي اللي بتيجي لحضرتك مش إحنا اللي بنروح لها يعني دايما هو اللي بيجي يعرض خداماته يبعث لنا عن طريق يبعث لي ميسج على الفيسبوك أو يبتدي يبعث لي على الواتساب أو يبتدي يبعث لي على راكم الموبال كتير كمان شفنا ميسجات كانت بيجينا في فترات يعني طرق النصب الإلكتروني مختلفة على حسب نوع الضحية كنا بنشوف كتير ميسجز بيجي أنه تم إيقاف حسابك البنكي ويبعث لي البيانات عشان لتفعيل الحساب مرة أخرى من أرقام وهمية فأنا بطلب من جميع المستمعين أو للناس اللي بتشاهدنا دلوقتي من فضلك ما تديش الأرقام بتاعتك لأي حد أو بياناتك الشخصية بالزبط كده لأن إحنا عندنا قاعدة بسيطة جدا في أمن المعلومات اللي هي بتقول إن إحنا يبعى عندنا حاجة اسمها ما يسمى بالزيرو تراست زيرو تراست ده اللي هو سفر ثقة أنا بتعامل مع حد أنا مش شايفه حد بالنسبة لي مجهول فبالتالي أنا لا أصق في أي حد ما تديش بياناتي لأي حد غير لما أكون على ثقة تامة من الموقع اللي أنا بخش عليه لو أنا حتى على الفيسبوك جالي إعلان أبتدي أروح على الويب سايد بتاع المنتج دوت وأتأكد فعلا من المنتج من مواصفاته تمام من سياسة الموقع اللي أنا بتعامل معه أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد عسكر شكرا جزيلا دكتور محمد عسكر